بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ حسني البالي من جديد في فيديو جديد لدرس الثاني من دروس الكهرباء اللي هو العنوان دياله القدرة الكهربائية إذن نبدأ على بركة الله في هذا الدرس سنتطرق أولا في هذا الدرس إلى ثلاث فقارات أساسية الفقراء الأولى هي القدرة الكهربائية إذن أول حاجة هو أن توصل بعدها أي نتوصل إلى مفهوم القدرة مفهوم القدرة إذن نستعمل في حياتنا اليومية مجموعة من الأجهزة الكهربائية تحمل مجموعة من الأشارات من بينها واحد القيمة مصحوبة بالحرف دوبل بي مثلا هاتي الميكوات هناك مجموعة من العالمات من بينها واحد القيمة هنا مصحوبة بالحرف دوبل بي ثم هنا المي صباح كذلك يسجلوا عليهم شموعة من الإشارات من بينها واحد الإشارة مصحوبة بهذا الحرف دوبل بي السؤال المطروح عندنا هو ما هو مدلول هذا المقدار إذن هذا هو الهدف جلد أولا صغيرا إذا كنا توصل إلى مدلول هذا المقدار نقوم بالتجربة التالية تجربة للتيبيان المتلى أسفلها باستعمال مصباحين من نفس النوع لكن الاختلاف في المقادر المسجلة عليها الواحد مسجلة عليه إثناشر فولت واحد وعشر واط والإثنان مسجلة عليه إثناشر فولت خمسة واط طبعا تجربة هذه هي هذه الصورة لها أمامنا الآن لاحظوا معي جيدا يدع من هذه الصورة إذن خلاب المصباح الواحد هو هذا ثم خلاب كل في اثنان chewho هو هذا شوفوا معي جيدها الصوره نلاحظ أن إضاءات المصباح الواحد أكبر من إضاءة المصباح الاثنان مضح أي أن يصباح الوحيد المسجلة عليه واحد وعشرين واط شوفوا معي في المعطية اللي كان في البداية جيدت النشط له قدرة على الإضاءة أكبر من المصباح المسجلة عليه خمسة واط مفهوم واضحنا النتائج إذن هذا هو ما الإشارة المسجلة عليه أي هذه القيمة 21 واط تسمى بالقدرة الكهربائية لمصباح الواحد ونكتب بجسا 21 واط وبالنسبة للمصباح الثاني كذلك هذه القيمة تسمى القدرة الكهربائية لمصباح الاثنان ونكتب تسوي خمسة واط مفهوم نقول إذن أن للمصباح الواحد قدرة الكهربائية أكبر من القدرة الكهربائية لمصباح الاثنان ما هي القدرة الكهربائية؟ يعني قدرة المصباح على الإضاءة القيمة المصحوبة بهذا الحرف تعبر عن المجلول ديالها هو القدرة الكهربائية للجهاز إذن ننتقل الآن إلى الخلاصة القدرة كاربائية هي واحدة المقدار فيزيائي يعبر عن ماذا تفوق الجهاز في الأداء بحل عنا المصباح الذي رأيناه في النشاط يعني يعبر عن ماذا تفوق المصباح في الإضاءة ولا عنا جهاز التسخين ماذا تفوق جهاز التسخين في التسخين يرمز للقدرة كاربائية بالحرف P الحرف الأول في المقابل القدرة بالفرنسي اللي هو بويسونس بوحدة العالمية هي الوط ونرمز لها بوط بعض مضعفات وأجزاء هاتي لوحدة لأن نجد غالبا في مجموعة من الأجهزة بعض المضعفات أو الأجزاء دي الوط مثلا من بين الأجزاء دي الوط نجد الميلي وط هادو هما هذا الرابعة هما اللي كان اللقوا بززاف الوط مع هذا الرابعة الميلي وط اللي هو من الأجزاء دي الوط ونجد كذلك الكيلو وط والميجاواط والجيجاواط اللي هي مضعفة دي الواط العلاقة بينها وبين الواط هي كالتالي واحد ميلي واط تسوى عشر اثناقل ثلاثة واط يعني صفر فاصلة صفر صفر واحد واط بالنسبة للكل واط واحد كل واط تسوى عشر والثلاثة واط يعني ألف واط بالنسبة لي ميجاواط واحد واحد ميجاواط تسوى عشر والستة واط يعني أنها تساوي عشر والستة يعني واحد مع ستة دي الاصفر واط بالنسبة لي الجيجاواط نفس الشيء تسوى عشر أس الساعة وات مفهوم هذه الخلاصة هذه إذن هذا هو المدلج للقدرة الكهربية ننتقل الآن إلى الفقرة تانين صغيرة نجد أن القدرة الكهربية يقول تعبر عن مدى تفوق جهاز معين في الأذى إذن عندما نزيد في التوتر بين مربطين مولد معين نلاحظ أن الأذى دي الجهاز يزداد يعني أن هناك علاقة معينة بين القدرة والتوتر نفس الشيء عندما يزداد التوتر قلنا في درس المقاومة أن نشدد تيال مرة في ضرة الزذي يعني هناك علاقة معينة تربط بين هذه المقادر الثلاثة التي سننتوصل إليها في هذه الجريبة سنقوم الآن بجريبة هذه التبية الممتلة أسفلنا أسفل أسفله عفوا دعنا نمولد مصباح المصباح مسجل عليه واحد إشارة وهي القدرة ديله خمسة وط إذن سنقوم بقية شدة تيال مرة في المصباح والتوتر بين مربيطيه نتائج هذه التجريبة هي الممتلة في الصورة جانبه إذن شدة تيال مرة في هذا المصباح هي 0.41 أمبير والتوتر بين مربيطيه المصباح اللي أعطاه لنا الفولت متر المركب بين مربيطيه المصباح هو 12 فولت انتبهوا معي جيدا سنقوم الآن بحساب الجدائي ضارب 12 فولت ضارب 0.41 أمبير سنجد القيمة تساوي 4.92 أي تقريبا تساوي خمسة وأين رأينا هذه الخمسة؟ هي القدرة ديلهات المصباح هي القدرة ديلهات المصباح اللي هي P إذن وبالتالي يمكن كتابات أن P تساوي U ضارب U ضارب يعني العلاقة التي تضربت P بالتوتر وشدة تير هي التي أمام أن إذن يمكن كتابات هذه العلاقة في الخلاصة التالية يعبر عن يعبر عن القدرة الكهربائية المصباح المتوهش بالعلاقة التالية أن P تساوي U ضارب U بحيث P هي القدرة الكهربائية المصباح الوحدة اللي قلنا ديله الوحدة العالمية هي الوط U هو توطر بين مربط المصباح الوحدة ديله هي الفولت و U هي شدة تير الكهربائي المربط في المصباح الوحدة ديله هي الأمبير ثانيا ننتقل إلى ثانيا إذن العنوان الثانية الكبيرة هو موجود أمام المقادر الإسمي لجهاز كهربائي بين قوسي المصباح المتوهجي مثلا ننجز تجربة أسفله باستعمال مصباح مسجل على هياته الإشارة 12 فولت و 5 وط ومولد قابل للضبط يعني مولد ممكن أن نضبطه التوطر بين مربطه إذن تجربة الأولى هي هذه وقناها تجربة هذه قدرنا واحد التوطر معين بين مربطه المولد فوجدنا أن شدة التجربة هي التوطر بين مربطه عفو المصباح هو هذا اللي أعطينا هذا الفولت متر هو يساوي 6 فولت نقارنه بالتوطر المسجل على المصباح فهو أصغر منه طبعا ثم الإضاءة دي المصباح في هذه الحالة تبلينا في التجربة فهي إضاءة ضعيفة ثم نقوم بحساب الجداء U ضرب E يعني شدة تيار اللي أعطينا الأمبرمتر ثم التوطر بين مربطه سنجدوا 1.74 ثم نقارنها بالقدرة المسجلة على المصباح سنجدوا أصغر منها في كثير الحالة الثانية نغير التوطر بين مربطه المولد ثم نقوم بنفس تجربة سنجد أن التوطر بين مربطه المصباح أو 12 فولت يساوي التوطر بين مربطه المسجلة على المصباح ثم الإضاءة دي المصباح في هذه الحالة إضاءة عادية نقوم بحساب الجداء سنجد خمسة وط تساوي خمسة وط المسجلة على المصباح تجربة الثالثة شوفوا معي الإضاءة مزيان وقرناه بالإضاءتين السابقاتين فهنا طبعا أشوفوا معي كذلك التوطر بين مربط المصباح سنجده يساوي 16 فولت أكبر بكثير من التوطر المسجلة على المصباح والإضاءة هنا مفرطة هذه الإضاءة إذا استمر المصباح في التشغيل بهذا التوطر طبعا قد يؤدي إلى إطلاف المصباح والجداء يساوي 7.88 وط وهو أكبر من القدرة المسجلة على المصباح إذن السؤال هنا متى يشتغل المصباح بصفة عادية يشتغل المصباح بصفة عادية عندما يكون التوطر بين مربطه مطابق للتوطر المسجلة على قهارته وفي هذه الحالة تكون القدرة الكهربائية المسجلة تكون القدرة الكهربائية المسجلة على المصباح قريبة من القدرة لقدرة كهربائية عفوا في هذه الحالة مطابقة للقيمة المسجلة على المصباح خلاصة هذه المقادر المسجلة على المصباح تسمى مثلا القدرة بي تساوي 5.3 تسمى بالقدرة الإسمية لهذا المصباح ثم بالنسبة للتوطر كذلك المسجلة على المصباح يسمى بالتوطر الإسمي لهذا المصباح يسمى تنسيون نوميلا هي أمامنا الآن إذن لدينا واحد جد الملحوظة الأساسية الملحوظة الأولى أن القدرة الإسمية لمصباح كهربائي هي قدرته الكهربائي عندما يشغل تحت توطره لإسمي إذا رضيتم معي لبنفش غنب واحد توطر بحال ذلك التوطر المسجل عليه وجدنا أن القدرة تساوي قدرته الإسمية الملحوظة الثانية أو الملحوظة الثانية شدة تيار الإسمية للمصباح هي التي تعبره عندما يشغل تحت توطره لإسمي يعني ذلك شدة تيار اللي اعطنا الأمبرمتر فشغلنا المصباح تحت توطره لإسمي هي تسمى كذلك بشدة تيار الإسمية إذن المقادر الإسمية كذلك أرى واضحة جدا إذن أي جهاز كهربائي تسجل عليه بعض المقادر هذه المقادر تسمى بالمقادر الإسمية طبعا المقدار المتبع بالفولت يسمى بالتوتر الإسمي المقدار المتبع بالوط يسمى بالقدرة الإسمية والمقدار المتبع بالأمبر يسمى بالتوتر الإسمي أهمية معرفة هذه المقادر الإسمية لماذا؟ إذن ما هي أهمية معرفة التوتر الإسمي على سبيل المثال؟ إلا لحظة معي في تجربة عندما شغلنا المصباح بتوطر يفوق توطره لإسمي قلنا أن هذا التوطر قد يؤدي إلى إطلاف المصباح واضح؟ إذن ما هي أهمية؟ الشغال جيد للجهاز هذه المعرفة الأهمية لولا جيد للتوطر الإسمي إلا عرفنا التوطر الإسمي يمكننا من تشغيل الجهاز بكيفية عادية ثم ثانيا الحفاظ عليهم للإطلاف لأن إلا شغلنا قلنا بوحد توطر كبير من توطر المسجل عليه سيجد له في الجهاز ثم الأمر التالي تجنب الأخطار التي قد تنجم عن استعمال توطر غير ملائم مثلا إن نخدمنا بوحد توطر لي وكبر من توطر دلي قد ينتج عن هذا حريق أو أضرار بدنية على المستعمل إلى غير ذلك الأمر التالي ما هي الهدف من معرفة القدرة الإسمية لجهاز كهربائي؟ إذن أول حاجة معرفة ماذا تفوق جهاز معين في الأداء أنا بغيت مثلا ننضوه واحد لماكن كبير جدا ما غيرت نجيب واحد لمصباح دي الخمسة وار لماذا؟ لأن القدرة دي له على الأداء هي صغيرة جدا وبالتالي سأبحث عن مصباح له قدرك هربائية أكبر الأمر الأول هو التعرف على مستوى أداء الجهاز ثم الأمر التاني وهو مهم جدا وسنتطرق لشرحها أكثر في تمارين إن شاء الله تطبيقية هو اختيار وسائل الحماية المناسبة عندما نعرف القدرة الإسمية لجهاز والتوتر الإسمي سيمكننا ذلك من اختيار وسائل الحماية المناسبة بحث الصهيرة الفاصل إلى غير ذلك ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة والآخرة في هذا الدرس القدرة الكهربائية المستلاكة من طرف جهاز كهربائي سنجعل واحد تجربة بسيطة جدا أول حاجة أمثلة لبعض الأجهزة تسخين أجهزة تسخينة هي الأجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية كليا إلى طاقة حرارية بحال الأمثلة الأجهزة التسخينة هي هذه هناك مجمعة من أجهزة تسخين الميكوات أجهزة تدفئة ميكوات جهاز كرابة الفرن إلى غير ذلك إذن السؤال قلت هو ندير واحدة تجربة معينة باستعمال ميكوات ميكوات فهي عبارة عن جهاز تسخين مسجل عليها عفوا هاتين الإشارتين 220 فولت هي التوتر الاسمي للهدي الميكوات و122 فولت هي القدرة الاسمية لهذه الميكوات إذن تريد التجربة هي هذه في هذه الحالة سنقوم بتشغيل الميكوات بواسطة مولد يشغل بالتيار المتناول شوفوا معي الرمز ديالتيار المتناول في المولد التمى واضح تجربة السابقة التي رأيناها في التيار المستمر ووصلنا إلى العلاقة النبي تسوي ضرب اي هذه العلاقة صالحة بالنسبة لجميع الأجهزة الكهربائية في التيار المستمر الآن سنرى بالنسبة للتيار المتناول إذن نجهد أن القدرة الكهربائية الميكوات تسوي قيمة الجداء اي او ضرب اي او اشن هي اي او هي التوتر الفعال بينما ربطي الميكوات اشن هي اي او هي شدة التيار الفعالة لأن رأيتم في السنة الماضية أن بالنسبة لتيار المتناول هناك مقدارين للتوتر ومقدارين لشدة التيار المقدار الأول توطر الفعال الثاني التوتر القصوي وشدة التيار الفعالة وشدة التيار القصوية هنا المقادر التي تعطينا الأجهزة كتسمى المقادر الفعالة الفعالة. ونكتب أن بي تساوي اي ا ضاري اي ا بالنسبة للتيار المتنوب قلت. بحيث بي الوحدة ديلا دائما هي الوط و اي الوحدة ديلا هي الفولت و اي الوحدة ديلا هي الامبير. لدينا واحدة ملحوظة مهمة أن في التيار المتنوب نعود لقيمة اي مع اي قلت بالقيم الفعالة. القيم الفعالة. هذه العلاقة صالحة في تيار في تساوي اي ضاري اي صالحة بالنسبة للتيار المتنوب لاجهزة تسخين فقط. اجهزة تسخين فقط. تمنى تكون هذه الفكرة هذه واضحة. اذا بهذا اكون قد استوفينا فقارات هذا الدرس. اتمنى ان اكون يعني موفق في ايصال هذه الفكرة الى تليماتي الاعزة. اه وشكرا لكم الى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. شكرا لكم.